نبدأ باتحاد الكورة اه طبعا او لاش ده هو ده يعني حديث السياء اه مصيبة المصائب لا اتحاد الكورة قرر الحمد لله نوياته صفحة روي في توريا وقرر ان هو يستعين بكابتن محمد يوسف مش فترة انتقالية لا ده هو يعني حيكون قائم بأعمال مدير الفني المنتخب المصري فترة انتقالية وحيكمل مع كمدرب مساعد مع المدير الفني اللي هيتم استقدامه شايف المنضوع ده ازاي في البداية انا عايز اقول بردل ان فكرة اقالية روي في توريا قرار صائب جدا مدرب اه احنا كنا جايبينه كمشروع لالفين ستة وعشرين ولكن هو لم ينجح في الاختبار الاول ليه اللي هو فكرة بطولة ام افريقيا ماينفعش منتخب مصر يخرج من دور الستاشر فبكل تأكيد ان اتحاد الكورة عمل الكرار الصح خد الكرار الصائب لانه لو كمل كان يبقى فيه غضب جماهير كبير جدا من الشارع المصري وكمان هيتكلمه عن فكرة انه لو اخفق فيه كاس العالم هيقوله طب ما احنا كنا ماشينا من الاول ففكرة رحيل روي في توريا قرار صائب جدا من اتحاد الكورة نجي نتكلم عن كوليس قرار اقالته هو كان فيه اجماع من غلبية اعضاء اتحاد الكورة من بعد مباراة الكونغو على اقالة روي في توريا يمكن حصل مشاورات ما بين اعضاء اتحاد الكورة سواء على اتصالات تليفونية او جروب الواتساب الخاص بعضاء المجلس وتم الاتفاق على رحيل واقالة روي في توريا لا بس لا يعني اسمح لي بس استوقفك هنا ان احنا معلوما لكانت عندنا امبارح ان سيد جمال علام رئيس الاتحاد والسيد درندلي النائب وكابتن حازم امام التلاتة كانوا مصرين حتى امبارح على ان الراجل يستمر فكرة استمرار في توريا في النهاية ده قرار مجلس ادارة بالاجماع لازم بيتاخد اجماع اعضاء المجلس وفي النهاية بيتاخد القرار باجماع اعضاء المجلس او باجماع الغالبية تمام فتم اتخاذ القرار وفقا لغلبية الاعضاء رأوا ان هو ضرورة رحيل روي في توريا تمام فجيب بعد كده فكرة التعيين الكابتن محمد يوسف كمدرب للمنتخب كابتن محمد يوسف اللي اعايز اقول لحضرتك انه هو كان مرشح مع روي في توريا في البداية خالص انه هو يتولى منصب المدرب العام في المنتخب ولكن روي في توريا رفض تولد كابتن محمد يوسف لمنصب مدرب العام شاف انه هو مدرب كبير في السن فمش يعرف اتعمل مع اللعيبة ده كانت رؤية روي في توريا مش عرف اتعمل مع اللعيبة خصوصا انه كان مدير فني النادي الاهلي وخد معاه دوري ابطال افريقيا فرفض فكرة أنه هو يجي كابتن محمد يوسف فكابتن محمد يوسف خيار مطروح على طولة مجلس إدارة البتحاد الكرة من بدري فكرة روي فيتوريا والشرط الجزائي هو ده كان العائق الوحيد الخاص بروي فيتوريا روي فيتوريا يمكن بياخد صافي ردبه 180 ألف دولار هو كان بيحصل على 120 ألف و60 ألف دولار بيتم توزيحهم على المعاونين اللي معاه في اقتراحات اتعرضت على روي فيتوريا إجراء بعض التغييرات على الجهاز الفني سواء مدرب الحراس سواء رحيل بعض أعضاء الجهاز الفني مع إمكانية إضافة أو ضخ عناصر جديدة ليتم استمرار الجهاز الفني مع تخفيض راتبه ولكن الراجل رفض كل المحاولات تمسك بالحصول على الشرط الجزائي الخاص به بشكل كامل جدا ورفض نهائيا فكرة أنه يخفض راتبه خالص وأصر أنه ياخد راتبه كاملا هو لم يحصل على راتب شهر يناير حتى الآن